موسيقى موسيقى السلام عليكم معكم حيات القبيب رئيسة جمعية أبا أطفال توحد اليوم نحتفل بليلة القدر في دار الشباب الحي العمالي حاولنا اليوم أن نخرج وليدات توحد من المركز وجبناهم الهناية باش يبدلوا باش يشوفوا أنه كانوا جو احتفالي مميز درنا حفل حناء وكذلك بنسبة لبنيتات وكذلك درنا العمالية باش نحتفلوا بالوليدات كاملين إن شاء الله هاد اليوم اللي كنحتفلوا به بشركة مع جمعية المانار وليداتنا مع وليدات المانار إن شاء الله اليوم بجوجهم محتفلين هنا كانت منه أن هذا الحفل يفرحوا به الوليدات وكذلك الآباء اللي مشرفيننا بالحضور وكذلك الناس والجمعيات والمؤسسات اللي جايين اللي كاينين معنا اليوم شكرا للجامعة وشكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم معكم السيدة فوزية بعفوش مديرة دار شباب الحي العمالي إحنا الحال كانت توجدوا بقاعة العروض لدار شباب اللي كتحتضن واحد الحفل بمناسبة ليلة القدر من تنظيم جمعية المانار وجمعية التوحود خاصة بالأطفال توحود إحنا اليوم ارتقينا أننا نشاركوا مع هذه الأطفال هذه الفرحة هذه الفئة دي الأطفال دي التوحود اللي عارفين بأنهم كيعيشوا ظروف يعني خاصة فارتقينا أن هذا اليوم أننا نحتفلوا بهم نحضروا اليوم حفل هذا القاعة الجميلة اللي كم فتخر بها أنا كان الحفل رح دي جا بادي الحفل غيكون إن شاء الله متنوع في حفل حناء فيها حناء فيها الإنشاد فيها الماديح فيها لبش تقليدي في زاف دي الأشياء اللي غادي تدخل واحد الفرحة على هذ الأطفال وبهذا المناسبة أنا كنشكر السيد المدير الإقليمي اللي تحللنا الفرصة بأن تكون عندنا واحد هذه القاعة اللي صراحة طيلة هذا الشهر رمضان يعني احتضنا جميع الأنشيطة الدينية والثقافية والتربوية والرياضية وشكرا السلام عليكم معكم إحسان شطوي رئيس جمعية المنار للتربية الثقافة أسافي المدينة نحن نحتفلوا بمناسبة ليلة القدر هذه المناسبة مع أطفال التوحود كتجي هذا البرنامج في إطار برنامج رمضانيات وفي هذا الفضاء فضاء دار شباب الحي العمالي وبهذه المناسبة نشكره دار شباب الحي العمالي وجميع اللي ساعدوا في إنجاح هذا النشاط قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا معناه فلاشين يوتيوب وبرتاجوا المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش درجام